بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أثار الله وابن أثاره والوتر الموتون السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنانك عليكم مني جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله لغاد عظمتي الرزيئة وجلات عظمتي المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات عظمت مصيبتك في السماوات على جميعه أهل السماوات فلعن الله أمتان أسسات أساس الظلم والجاو عليكم أهل البيت ولعن الله أمتان دفعتكم عن نظامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان فتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من غتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأمريائهم يا أبو عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن خاربكم إلى يوم القيام ولعن الله أول زيادة وأول مرمون ولعن الله بني وميتة قاطبة ولعن الله بني وميتة قطبة ولعن الله أمتان أسرجات ولعن الله شمرا ولعن الله أمتان أسرجات وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزغني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليه اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني يتقربه إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى خاطمة وإلى الحسان وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن أسس أساس بالك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برقت إلى الله وإليكم منهم واتغربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناص بينا لكم الخرب وبالبراءة من أشياعهم واتغربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وعدو لمن عدوكم بموالاتكم فأسأل الله الذي أكرمني بموالاتكم بموالاتكم ومعرفة أبلياركم ورزغني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم سجل في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمودة لكم عند الله وأن يرزبني طلب ساري مع إمام هدى ظاهرين ناطقين بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته مصيبتاً ما أعظمه وأعظم أرزيته في الإسلام وفي جميع السماوات والآد اللهم اجعلني محيا محمد وعال محمد وممات محمد وعال محمد اللهم إن هذا يوم تبركت بهن بن أميه وابن آكلت صلى الله عليه اللهم اللهم بغتلهم الحسين سلوات الله اللهم اللهم بغتلهم اني يتغرب اليك في هذا النام وفي موقف هذا وأيام حياته بالبراءة منهم اللهم واللهم اللهم عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام اللهم العان أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين لهم على ظالك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشائعات وبايعات وتابعت على غتله اللهم ملعنهم جميعا السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به أولا ثم الثانية والثالثة والرابر اللهم العان يزيد خامسا والعان عبعد الله ابن زيار وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمران وآل بي سفيان وآل زياد وآل مروه إلى يوم الغيوم اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رزيئة اللهم ارزغني شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صف عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين فذلوا مهجه دون الحسين عليه السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة